ساعات قليلة ستمضي تعلن بعدها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن أسماء المشمولين بإعانات شبكة الحماية الاجتماعية ضمن الوجبة الخامسة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أكدت إكمال عملية تدقيق المشمولين بالوجبة الخامسة بالتعاون مع وزارة التخطيط وبقية المؤسسات المعنية عملية الإطلاق ستتبعها إجراء توزيع بطاقات الصرف المالي إلى نحو 75 ألف أسرة بالمحافظات كافة حسب المنهاج الحكومي المرسوم لغاية الآن تم شمول 625 ألف أسرة ومن المؤمل الوجبة الخامسة بمعدل 75 ألف أسرة فيكون المعدل الإجمالي المطلق لغاية الآن 700 ألف أسرة جديدة مشمولة بإعانة الحماية الاجتماعية فئة الأرامل والمطلقات تم رفع نسب قبولهم في قاعدة البيانات المثبتة عند وزارة العمل ضمن الوجبة الخامسة اجتملنا بهالفترة أكثر شيء النساء حاولنا حتى يكون هناك موازنة بأن أداد الرجال وعداد النساء الموجودين في قاعدة الحماية الاجتماعية المسافدين من الحماية الاجتماعية احنا كمنا لإجراء البحث الميداني لكل النساء اللي كانوا متقدمين للشمول بالحماية الاجتماعية وتم إرسال بعناتهم للتخطيط حتى هذه الوجبة راح تكون بمثابة شمول للعوال المتعففة والمحتاجة وحال أطلاق أسماء المشمولين بإعانات الحماية الاجتماعية تؤكد وزارة العمل أن المراجعات ستكون مطلعة شهر تشرين الأول المقبل ولغاية الثاني والعشرين من تشرين الثاني وفق وجبات تحدد بمائة وخمسين مواطنا باليوم الواحد خلال مراجعتهم أقسام الوزارة المعنية من بغداد محمد العيداني العراقي الإخبارية